عمر أديب بيعلن سرقة حسابه الشخصي على موقع التواصل اجتماعي تويتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم نجوم سودا منذ قليل أعلن الإعلامي عمر أديب أن حسابه على موقع التواصل اجتماعي وتغريدات القصيرة تويتر اتسرق وبعدها كتب لكل من يهمه الأمر تعرض حسابي للهجوم لكن حتى الآن ليس هناك أضرار تسكر وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه ده اللي قاله عمر أديب وقال كمان فقط أرجو الحذر من أي مشاركات باسمي في الساعات القادمة والله الموفق طبعا بعد حلقة عمر أديب انبارح وهجومه الشديد على محمد رمضان النهاردة حساب عمر أديب على موقع تويتر اتسرق وكان في بعض الناس بيقولوا أن فيه اتهامات من عمر أديب تجاه محمد رمضان أنه هو بيحرض أشخاص عليه علشان يسرقه أو يقفله حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ده ده كان الخبر اللي معنا النهاردة والحد هنا بوصلنا نهاية حلقة النهاردة يا ريت فضلا وليس أمرا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة لو أنت مش مشترك ولو أنت مشترك ما تنساش تفعل الجرس أشعر مصارك من هنا أشعار بالفيديوهات الجديدة أول بأول وكالعادة هم انتظر حضراتكم في التعليقات انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة